أنا أردى أوجه التحية للأخ رئيس مجلس الوزراء السيدة محمد شاع السودان المحترم وتحيتي اليوم لسبب أنا والله المكتب الإعلامي للسيد رئيس مجلس الوزراء متفضلين هم يرسلون نشاطات سيد رئيس مجلس الوزراء أنا بعضها أعتبرها نشاطات بروتوكولية يعني المواطن ما رح يوقف يمها لكن أكو نشاطات أخرى أحسها نشاطات رجل دولة وتثبت أن الدولة العراقية جاءت يشتغل صح والحكومة العراقية ككل جاءت يشتغل صح يحتاج تكثيف إعلامي نحوها بمعنى أول البارحة هو عقد جلسة مهمة عبر دائرة تلفزيونية والأخ أعتقد الأستاذ فاضل الأستاذ دكتور فاضل الفرطوسي اللي هو مدير عام الموانئ والمشرف على ميناء الفاول كبير دائرة تلفزيونية وقاعد رئيس الوزراء والأخ فاضل واقف من أمام المشروع وجاي يحتي لعالبوش قد جاي نسوي وشام رصيف والآن رصيف الخامس إن شاء الله راح يخلص خلال الفترة القريبة المقبلة وسأل أسئلة مهمة أنا عندي بس ملاحظة قبل ما نشوف النشاط للمكتب الإعلام الأخ رئيس مجلس الوزراء أو يابا ما على احتران مكتب الإعلام للأخ رئيس مجلس الوزراء أنا تمنيت كعراقي كمواطن في ظل هذه الخطوة المتقدمة للآن حكومات الخدمات وما بعد الخدمات جاي تعتمدها شي تتمنى عليك إتقعد الوزراء المختصين كلهم قاعدوا مثل ما أنت قاعد وكل واحد قاعد ويسجل ملاحظاته ليش؟ لأن ميناء الفاول الكبير ما يخص النقل فقط ما يخص الموانئ فقط يخص العراق كورد كرؤية اقتصادية مستقبلية بالمستقبل المباشر والقريب والمتوسط والبعيد الأمد وتقاعد رؤساء تحرير الصحف العراقية خلين نسميها الصحف العراقية القومية كلها كردية عربية قاعدها ومدراء المدراء العامين مع القنوات الفضائية قلهم قاعدوا تدري ليش؟ انت بيش حالة حملتهم مسؤولية أنه هاي قنواتكم بيتم التركيز عليها بصحفكم بيتم التركيز عليها لأنه مو بس تنقلوا للسلبيات تحت عنوان الرأي والرأي الآخر إنما الإيجابيات يجب أيضا التركيز عليها لكن بالمجمل خطوة مهمة ترجمة نانسي قنقر